اشتركوا في القناة حدودهم وطاقتهم ولكن الصالة الرياضية ليست السبيل الوحيد من اجل تقوية وتضخيم معظم عضلات الجسم فقد ظهر في السنوات الاخيرة اسلوب رياضة يعرف باسم تدريب الشارع او الورك اوت ويفضل الكثيرون هذا الاسلوب الرياضي على رياضة حمل الاثقال لانه يعطي نتائج ايجابية بدون الحاجة لمكملات غذائية او الذهاب لصالة الرياضة وسنقدم لكم اليوم افضل اربعة رياضيين تمكنوا من الحصول على جسد متناسق وقوي بفضل رياضة تدريب الشارع فقط يعتبر هانيبال اول شخص قام بنشر تمارين رياضة تدريب الشوارع في العالم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقد قام صديق له بنشر اول فيديو لتدريبه في الشارع سنة 2008 وقد لاقى تفاعلا كبيرا حينها كما انه يعتبر الشخصية الاولى في العالم التي كانت سببا في انتشار هذه الرياضة ففي البداية لم يصدق الكثيرون بانه قد بنى بنيته الجسمانية هذه بفضل التدريب بثقل وزن جسمه فقط لكنه قام بنشر التمارين التي كان يمارسها كل يوم ومع مري الوقت اكتشف الناس بان كل ما كان يقول ويقوم به حقيقي كما انهم عرفوا مدى صعوبة الالتزام بالتدريب وما مر به لكي يصل بجسمه للمستوى الذي هو عليه فرانك ميدرانو يعمل فرانك ميدرانو حاليا كمدرب ومؤطر على الانترنت وقد يبدو لكم في البداية كما لو انه يتدرب بحمل الاسقال ورياضة كمال الاجسام لكنه في الحقيقة يمارس رياضة التدريب الشارع والألعاب الجنبازية بثقل جسمه الخاص فقط ولهذا فهو من الشخصيات المعروفة في هذا الميدان ويمتلك مجموعة من الدروس والدورات التكوينية التي يقوم ببيعها او مشاركتها مع متابعيه من كافة انحاء العالم ومن اهم اهدافه دعم وتوعية الناس حول اهمية الرياضة التي يقوم بها وتوعية الناس حول فوائدها واهميتها لاجسامهم وكما ترون يمتلك هذا الرياضي اداء وقدرات رياضية رائعة ومذهلة لازار نوفيش بدأ لازار مشواره في رياضة تدريب الشارع سنة 2011 رفقة صديقه دوزان دوفيتش واللزان انشأ فريق بار برودرز وقد اشتعروا بفيديو على اليوتيوب بلغ اكثر من 20 مليون اعجاب لكنه حاليا لم يبقى مع صديقه القديم واستمر في طريقه لوحده وقد عرف نجاحا باهرا بسبب ابتكاره لبرنامج تدريب خاص به من اجل بناء جسم قوي وعضلات مرنة وفي الاوينة الاخيرة تجاوز عدد متابعيه على اليوتيوب نصف مليون متابع ولديه اكثر من 340 الف متابع على حسابي الخاص بانستغرام وتماما مثل هاني بيعل وفرانك فان لازار يستطيع القيام بحركات حرة صعبة ويمتلك اداء رياضي مذهش بكل تأكيد كما انه يمتلك جسدا قويا قد يجعلك تعتقد في الوهلة الاولى على انه يمارس رياضة حمل الاثقال مايكل فاسيكس يعتبر مايكل رياضي وعارض ازياء لياقة بدنية كما انه يحب ممارسة رياضة البريك اضافة الى كونه مدربا ومؤطرا على الانترنيت كذلك عانى مايكل من مشاكل كثيرة قبل وصوله المستوى الذي هو فيه الان فقد شكل له غياب والده خلال طفولته مشاكلا في الثقة بالنفس اضافة الى عدة مشاكل اخرى الامر الذي جعله يدمن المخدرات والكحول لكنه قرر في احدى الحفلات الليلية التي كان فيها بان الوقت قد حان من اجل التغيير لكي يصبح ابا جيدا ومثاليا لتربية ابنائه ولهذا فقد ضغط على نفسه وغير كل عاداته والامور التي كان يقوم بها من قبل ثم ركز على ممارسة رياضة تدريب الشوارع وتمارن التحمل والقوة الجسدية ليصبح عارض ازياء لياقة بدنية ويصل الى افضل ما يمكنه الوصول اليه من اجل نفسه وعائلته كذلك ان اعجبكم موضوع اليوم من قناة طابس عربية فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة